جهود مستمرة للإدارة الأمريكية في محاربة أنشطة ميليشيا حزب الله هذه المرة وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك جمال ترست اللبناني بسبب تسهيله التعاملات المالية للحزب البنك بحسب الخزانة الأمريكية متهم بالسماح لميليشيا حزب الله باستخدام حسابات لدفع الأموال لممثليه وعائلاتهم وإخفاء علاقاته المصرفية الناشطة مع العديد من المنظمات التابعة له وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أن البنك المذكور له علاقة طويلة مع كيان مالي رئيسي في حزب الله يقود سلامة النظام المالي اللبناني مشددا على تصميم واشنطن مواجهة أنشطة الحزب عن طريق فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات التي تقدم له الدعم بالتوازي مع هذه التطورات عبرت جمعية المصارف في لبنان عن أسفها لإدراج الخزانة الأمريكية بنك جمالة راست على لائحة العقوبات مؤكدة في نفس الوقت أن هذا الإجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكل كان مطمئنة للمودعين بسلامة أموالهم وأن مصرف لبنان لديه القدرة على اتخاذ كل التدابير اللازمة يذكر أن الولايات المتحدة فرضت خلال الأشهر الأخيرة عقوبات على أشخاص وكيانات تشمل نائبين في البرلمان اللبناني قدموا الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية لميليشيا حزب الله توني مزرعاني العربية